السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة برحب كل اللي موجودين معي في القناة. وبقول لك لو انت لسه جديد معي في القناة تفضل اشترك. وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبك ان شاء الله. آآ هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجوزاء. آآ اهلا برج الجوزاء. آآ نبدأ الكراءة بسم الله الرحمن الرحيم. آآ شايفك تعبان جدا. تعبان بقى لك فترة. من شهور من تلت شهور تقريبا. آآ التعب النفسي ده عندك زاد. مش الفترة دي بس. آآ بش شايفة في ناس هنا منكم نفسها تسافر. ناس عايزة سافر. آآ هنشوف دلوقتي الصفر مفتوح ولا لا. الحالة الزعل اللي عندك دي برج الجوزاء عندك متغيرة يعني مش مش دايما. مش دايما زعلين. ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية يعني. التقلبات مزاجية كتير. بالنسبة المتجاوزين. انت بتمر بحالات شك. البعض منكم طبعا. اغلبكم شككم صح. يعني مجرد افكار في دماغكم بس. آآ في منكم عندهم تدخلات. منكم عندهم تدخلات من اشخاص سيئة جدا. اشخاص سيئة في حياتكم. الاشخاص دي عايزين يدمروا حياتكم. بس تستنوا كده موضوع الصفر ده. في كتير منكم هيسافر. موضوع صفره مفتوح. اللي مستنين ارتباط. بعضكم فيه بسبب الاهل. يعني اهل الصرف التاني. يعني رافضين ان الارتباط ده يتم. في الفترة الحالية مش شايفة موافقة. بس هنشوف لما نعمل كراءة تاني للنص التاني ان شاء الله. لان الموضوع مفتوح. مش مقفول على الاخر يعني. فان شاء الله خير. المنفصلين او المطلقين في طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية. آآ بعضكم كان السبب فيه تحر. شايفة كنتم اللي اتنين بتحبوا بعض. عايزين ترجعوا. شايفة فيه كمان ابراج نارية. فترة دي يا برج الجوزاء انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا. طيب انا عايزة طومنكو شوية. ان انتو من الابراج اللي غالي عندي يعني. فيه حاجة انت بتتمنيها او بتدعي ربنا انها تتحقق. آآ هتتحقق ان شاء الله. تفقلوا شوية. يا اصحاب الدحكة الحلوة. تفقلوا شوية. ويهدوا شوية. عشان اعصابكم. شايفكم تعبانين. آآ بتبكوا مقهورين. يعني قلبكم موجوع قوي. آآ اهدوا شوية اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. في منكم استني حب جديد. سواء كان عنده علاقة قبل كده او سواء ما كانش عنده علاقة قبل كده. في منكم استني حب جديد. وآآ وآآ علاقة كويسة جدا. يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا. عايز اقول لبرج الجوزاء. انها شايفيه هنا. حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص. لان عندك آآ طاقة حسد. ودي زي ما شفتها على فكرة في آآ في برج الاسد. اللي هي نفس طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة. يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عندك آآ او عندك آآ او عن حياتك او عن حاجات بتعملها آآ بالزيت بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برا محيطك. ماشي عادي. آآ ممكن تتكلم تفضفض آآ تحكي عن حاجة عندك. لكن في محيطك لا خالص. شايفيك آآ منتظر بتفكر كتير. آآ بصتوا بسبب الانتظار دا يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حالوة. مش حالوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس. مش حالوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير. وممكن ما تجيش. لان الانتظار بيأخرها. آآ فنحاول ان احنا آآ نلهي نفتينا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه يجي. يعني تقريبا آآ يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا. يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية. وان شاء الله قرائب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح. في انفصال مع ابراج ترابية. انفصال قريدي حصل. ودي كانت علاقة غير موافقة. طبعا اكيد مش للكل. بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موافقة. بقول لك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي. بقول لك انك تبص القدام. لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير. وعارفين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع. آآ مش بيشوف قدامه اصلا. كيه فرص بتضيع. لان انت مش بصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير فيه ناس فيكو مقدمة على ارتباط. عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة بالزاد بعد النص التاني. بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله. في منكو بقى. بالزاد لو رجالة. انتو اللي بتمطلوا في الارتباط. انت اللي تعب الطرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة اي مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات. لا هو الموضوع انك بسبب شغلك. حياتك كلها شغل. بتنام وانت بتحلم بالشغل. آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية. انت بتحب الطرف التاني. انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني. مخلص ليه. بس مش بتفوق غير لما بتفقده. ولما يرجع زي عادتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد. وترجع انت اللي بتكلمه. عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معك بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات. انت فعلا دماغك عاملة كده يعني شغلك واخد كل كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية. لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبوهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم. ممكن الناس دي اه لو مشيوا في مرة مايرجعوش تاني. ودي للبعض يا جماعة يعني مش للكل وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت سواء انت او الطرف التاني. يعني ممكن حد فيكم متجوز. الحد اللي متجوز ده ممكن عايز ينفصل. وبيحب حد تاني. هو فيه نوع من انواع الانفصال. بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني. بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزاء. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بص يا برج الجوزاء هقول لك انت انت طيب جدا. بس في نفس الوقت زكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه. وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ. يعني تقدر تمايز ان ده كان الشخص ده مناسب ولا لأ. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت. لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بالذات لو ميزان. هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية. وده بسبب اوضاع فلكية آآ بتمر بيها الابراج الهوائية. بالذات الميزان. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان. ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية. بس مش شرط يعني مش شرط البرج هيكون برج ايه? بس هيكون حبه موفق جدا لان هو كمان بيحبك. بيحبك ونفسه يساعدك. يعني بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيلي ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه? ويساعدك ازاي? يعني دي طريقة طريقة تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة. ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقول لك تكمل لقدام يعني. تكمل لقدام. وتفكر. تفكر في موضوع الرجوع ده. آآ سواء عايز ترجع او ما ترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر. بس بقول اللي شايفة. كمان في منكم في محكمة. وبرضو مع برج ترابي. عايزين تنفصله وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم انتو. لان انا شايفيكو اتظلمت وفعلا انجرحته قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد. المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب آآ كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كانت سبب فيها دي للاسف يعني حصل فيها طلاق. في منها ما فيش رجوع. سواء منك الرفض او من الطرف التاني. لان حد فيكو بدأ حياة جديدة. آآ بعض المتجاوزين. بعض المتزوجين آآ ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال. بس انتو نفسيا يعني شايفيكو نفسيا بتعينو كتير. يعني لازم تستعينو بالله. آآ والناس اللي منكو بتعيش حياة فيها ثعب او نكت كتير. لازم جدا التحسين. يعني الصلاق رأيه القرآن. سماع القرآن مهم جدا. الرؤية الشرعية. آآ مسح البيت بالكامل بالمية والملح. آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. آآ البعد عن الاشخاص السيئة. انت حاسس بيهم. يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول. انت حاسس بيهم وعرفهم. يعني تعرف هم مين في حياتك. ابعدهم عن حياتك خالص. عشان تحس بالاستقرار. وتطرد الطاقات السلبية من من حياتك. طاقات سلبية وشيطانية بصراحة يعني. بتحيد بيك يا برج الجوزاء. آآ بيقول النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها. لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا يعني انت ممكن تدخل في وجع نفسي كبير. مدمر. بعد الشرع عليكم طبعا. آآ في منكم فيه علاقات سواء بجواز او ارتباط. اي ارتباط تاني يعني غير جواز. العلاقات دي لبعضكم سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته. علاقة سببت لك تعب. سببت لك خسارة من كل النواحي. اتخزلت كتير فيها. آآ وشايفاك ادت فيها كزا فرصة. كل ده اخد من صحتك ومن اعصابك. في منكم منها العلاقة. اذا هي السيئة ومنكم لسه. بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء. مش مناسبة آآ لاتخاذ اي قرار. يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك. لحد ما تكون الفرصة مناسبة. ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه. آآ شايفة البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس زهر معي حاجة شفتها يعني آآ لجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح. يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحد من اللي بيعمل الحاجات دي. بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي. يعني حاجة نقلتها عن حد. بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة. يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى. نفستها بزي ما هي. عايز اقول لي ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان آآ من اللي انا بقوله ده. يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او ما فيش آآ او ما فيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة. يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح. يعني طبعا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واقدر. يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده هو مش اصدق. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج. اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما. يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بقى الشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا. وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل باذن ربنا. يعني كلنا عارفين واما هم بيدررين بيه من احد الا باذن الله. فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا. وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكو عمل السحر ده. يكون حد سيء جدا جدا. وربنا ازن لسحره انه يكون. عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي. انه ازن ايس. وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه. بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متعكزين من كده. زي ما قلت في رجوع لابراد هواية ومائية. بس في ايه ده كنت الاختيار. والقرار. لازم بهدى. تزبط كده شوية امور في حياتك معينة لاني شايف اغلاقكم كده للكم نهار ونهاركم ليل. ننظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم. وعشان صحيتك برضو يعني. لانك لو فدرت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار. زي ما تعرضت له قبل كده. كان عندك قبل كده سوق اختيار. شايفة في عندك يا جوزاء انتصار على الظلم انت تعرضت له. في الظلم انت تعرضت له. عندك انتصار ان شاء الله. بعد ما هتكون في قطة الامل خلاص فيه. آآ في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك يعني بعد ما هتكون في قطة الامل عندك انتصار. بالزات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا آآ في جواه احساس بظلم. مش حاليا من صغره. لان شايفة فيه منكو آآ ممكن اتعرض ليطن احد الابوين يعني آآ عينة في حياته. يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين. ده سبب له مشكلة فيما بعد. وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني فيه منكو لان فيه منكو اختار على مدار حياته وبعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة. تسببولو بقاذا كبير يعني. او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتو تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكو يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام. انه مثلا حد بيقول في بداية اي علاقة ان مثلا شكلها مش هتكمل. انا حظي وحش وعارف ان مش هيحصل حاجة. برضو دي من الحاجات اللي مش مش طح ان احنا نقولها. لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص. نظرتنا دي لنفسنا. يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد. اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية ونكون واسكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة. لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء. انتو فعلا كويسين. وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اه اللي منكم عندو علاقة مع برج جنيري. اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية. يعني ممكن ده بيعمل سوق تفاهم في العلاقة. رغم ان فيه بينكم حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك اه بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان. بالذات الاسد. انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية. انا شايف القراءة بشكل ايجابي. لو بصينا النص الكوباية المليان. المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك. يعني لما اقول ان فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لده. لو انت سعيت لده مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني لأ. انك تغير تفكيرك شوية وكلامي بس عشان محدش يزعل. مش معناه انك وحش بالعكس خالص. بس عايز اقول لك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي. مش مش هينفع ايجاد حك عليك وفرحك مثلا بكلمتين من برة. اه فيه رجوع وفيه اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوه. يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك. ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت يعني. لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا. يعني بخروجك منها انت الكاسبين. اللي منفاصلين ومش مرتبيطين خالص اصلا. آآ مطلوب منك التركيز كويس جدا. زي ما قلت في الاول. لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين. واحد كويس ومناسب. واحد لا كويس ولا مناسب. انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك. لازم يكون موجود. انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا باينين جدا على فكرة. آآ ربنا يوفقكم لكي.